أسألك لأ مزوجة برضو تصوب سنتين منع بس أنا أعتقد أعادهم من فترة طويلة يخليهم ما روش حاجة في رمضان لقد نروا في الليل بالضبط مزيقتهم بعض أشواء أشواء كده برضو لكن إذا حصل لا قدر الله يبقى الكفارة على الرجل وحده إلا إذا كانت المرأة هي التي دعت بشكل أو بأخر شاركت يعني في الموضوع لكن الستة رأيته لأ ما يصحش ما ينفعش وهو اللي عمل ده يبقى في هذه الحالة الكفارة عليه وحده ليه برضو دفع دليل الدليل هو أن الرجل لما رحلت سيدنا وسلم وقال له واقعت امرأتي في النهار رمضان فقال له أطعم صم شهرين قال له ده أنا مقدمتش على يوم أصم شهرين طبعين إزاي أطعم ستين بمسكين بالمناسبة ده شانطعم سمحت الشريعة ودمالها الرجل قال له أنا ما عنديش قال له تبعد لحد ما قاله قفتين طمر قال له خدهم أطعم بهم الفكرة قال له على ما أفكر مني ده أنا أفكر حد في المدينة قال له خدها وأطعمها أهلك شف جمال الشريعة وهنا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أخبرها إيه خالص وما قالوش اطعم مية وعشرين انت ستين والست ستين خالص واستدل بهذا الفقهاء على أن المرأة ما لم تكن هي الداعية فلا شيء عليها إلا أن تصوم يوما واحدا وآمل أن كل مسلم يتقل الله في نفسه ولا يفعل هذا في نهار رمضان أبدا نعم طب برضو السؤال دائما بيتم يطرحوا علينا هو واحد اللي يازل يكون فيه مشقة وتعب في النهار ولا لو واحدا ماسا قاديه دائما التليفزيون طول الليل ونبنى الساعة عشر صبح أنا أعرف نسل الأسف تاني